بفضل الله وتوفيقه أديت عمرة أحرمت لها من يلملم وأنا قادم من جنوب المملكة وبعد قضاء أسبوع في مكة المكرمة شددت الرحالة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وعند رجوعي أحرمت من آبار علي في طريقي إلى مكة وأديت عمرة أخرى فهل تصح هذه العمرة؟ الثانية علما بأن المدة بين العمرتين لا تزيد عن عشرة أيام أفدوني أفعدكم الله وسدد خطاكم لا بأس بما فعلت من تكرار العمرة ولو كان في وقت متقارب لأنك لما جئت من المدينة قادما إلى مكة ومرضت بالميقات فإنه قد سنحت لك فرصة لأداء العمرة وخروجا من الخلاف بين أهل العلم فمنهم من يوجب على من مر بالميقات وهو يريد مكة ألا يتجاوزه إلا بإحرام فأنت أخذت بالجانب الأحوط وأيضا استفدت من هذه الفرصة الثمينة فأحرمت بعمرة وهذا زيادة خير وجر عليه إن شاء الله وعملك هذا شيء طيب وتكرار العمرة في مثل هذه الحالة لا حرج فيه لأنه جاء لمبرر لأنك لما أردت الدخول إلى مكة ومرت بالميقات فإنه يستحسن لك أن تحرم بعمرة وقد فعلت والحمد لله لكن كونه أحرم من أبار عليم على علم أنه أصلا قادم من جنوب المملكة لا يواثر هذا هو لما رجع من المدينة إلى مكة فيحرم من ميقات أهل المدينة لأنه يأخذ حكم أهل المدينة بقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت قال لهن لهن ولمن مر عليهن أو أتى عليهن من غير أهلهن فهو يأخذ حكم أهل الجهة التي جاء منه لمن أحد